يوسف أدى معك من ما أعلنه منصق سياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حول قرار إنشاء محكمة خاصة متعلقة بجرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا هل علق الكريملين على هذا الموضوع؟ بالفعل صلاح الكريملين علق على هذا المقترح والتصريحات التي صدرت من منصق سياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بشكل مقتضب الكريملين وصف هذه التصريحات التي هي معنية بإنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا لبحث ما يصفه الجانب الأوروبي الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية المتحدث باسم الرئاسة الروسية وصف هذه المحكمة بغير الشرعية وبأنها لن يكون لها أي معنى بالنسبة للجانب الروسي الخارجية الروسية هي الأخرى انتقدت هذه التصريحات واليوم سمعنا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتهم دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية بازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات المدنية قارن لافروف تعامل الغرب بين الأوكرانيين والمدنيين في كل من ليبيا والعراق وأكد بأن ما شهد يعكس ازدواجية المعايير التي تتعامل بها القوى الغربية في وقت سابق روسيا أكدت بأن العالم الغربي تجاهل ما وصفته موسكو بالأدلة الدامغة التي تثبت ارتكاب القوات الأوكرانية لجرائم حرب طيلة الثماني سنوات في منطقة دانباس وأيضا بعض الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية وما يصفهم لكريملين بالجماعات النازية ضد الجيش الروسي موسكو هي الأخرى تتهم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بأنها غضت الطرف عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية وتعتمد على المعايير المزدوجة في التعامل مع الجانب الروسي وزير الخارجية الروسية يوسف سيرجي لافروف كان له أيضا تصريحات بشأن اجتماعات منظمة التعاون الأمن والتعاون في أوروبا ما التفاصيل لديك؟ لافروف هو غائب عن اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الأوروبي المنعقدة في بولندو التي ترأس هذه المنظمة لهذه السنة لم يمنح الوفد الروسي التأشير ربما هذا انعكس في تصريحات السلبية التي جاءت على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي انتقد وبشدة الجانب البولندي وصف بولندا بأنها حفرت قبرا لمنظمة الأمن التعاون في أوروبا وبأن هذه المنظمة باتت رهينة للولايات المتحدة الأمريكية وبروكسل وفقدت قيمتها ودورها في ظل سكوتها عن الكثير من الخطوات السلبية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي خاصة ما تعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية وخروج الولايات المتحدة الأمريكية من عدد من الاتفاقات العسكرية مع روسيا على غرار اتفاقية معاهدة السواريخ المتوسطة وقصيرة المداوة اتفاقية السماوات المفتوحة والتزام الجانب الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصمت هذا الأمر أكد عليه لافروف وقال بأنه يعكس رضوخ المنظمة لكل من بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية طيب إذا ما تحدثنا حول جديد التطورات والخاصة بالعملية العسكرية الروسية يوسف وفقا لأحدث البيانات التي نشرتها منذ قليل الدفاع الروسي أكدت من خلالها بأن الجيش الروسي أحبط ما وصفه بمحاولة للقوات الأوكرانية لاختراق دفاعات الجيش الروسي في جمهورية لوغانسك ونتيجة هذا الصد للهجمات الأوكرانية تم تحييد أكثر من خمسين جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدرعات والدبابات بالإضافة أيضا إلى تدمير وحدات للمقاتلين الأجانب المرتزقة والقوات الأوكرانية في دانيتسك وإحباط أيضا ما يصفه الجانب الروسي بمحاولات للقوات الأوكرانية باختراقات دفاعات الجيش الروسي في محور كوبيانسك الجيش الروسي قال أيضا بأنه أسقط عدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الأوكرانية واعترض عددا من السواريخ التي أطلقتها القوات الأوكرانية في تجاه كل من دانيتسك وخيرسون ترجمة نانسي قنقر